هنرجع للوح للوح الشمسي. اللوح الشمسي زي ما قلنا هو عبارة عنه. الكاركتوريسكس بتاعتيه هي عبارة عن ضيود. الضيود ده ليه توسطين. توصيل امامي والتوصيل عكسي. حيث التوصيل امامي اللي هو بيبقى شرط سيركت. يعني ايه شرط سيركت من الاخير بيبقى الدائرة مفتوحة. يعني فيه كرم تبموت. في حيث يبقى ضيود سيركت وبالتالي الدائرة مفتوحة. هو ده الهدف. فيه نوع من انواع الدائرة عشان تفهم فكرة. عشان تفهم فكرة الضيود وزياد ديوقتي انا خلطتها عشان سيرا نحولها. فيه نوع اسمه الليدي. صح? اللمبات اللي انا بنشوفها دي اسمها. اللمبات ليد. هي نوع من انواع الدائرة. يبقى الليد يعني ان نكتبها الليدي عشان اش مكتوب عين. الليد اللي ايدي. اللي دي كابتل دي كابتل دي كابتل. ليد دا معناها لايت. لايدي ضيود. ليه لا اقولي الليد دا? الليد دا عبارة عن ضيود اهو. بس فيه ضعر فيه هنس جابب. كده. ده عبارة عن ايه? عبارة عن اشعار. يعني الليد دا عبارة عن ايه? ضيود. وليه بقول ضيود اعشان فيه ناس كده جدا كانت زي ما نتقول لك اللمبات ملاهاش بولارتي يعني مي بولارتي ملاهاش قطبية ملاهاش موجة مسالة فعلا اللمبات زي ما كنت تتركب كده كده مش زي المقاومة هل المقاومة انت بتفرق معك متركبها كده وكده لا ملاهاش بولارتي ماشي بس دلوقتي الليد لي بولارتي عينة لو جبت لمبة ليد تتوصلها على بطارية وقلب الطرفين مش هينور تقلب تاني تتنور ليه لان انت لو فهم القصة بتاعت التوصيلة دي تبقى عارف ليه انت لو جبت احتخيل ادي الليد لما لديها طرفين سنكتين وصل مع البوزديل هتلاقيها تنور ايه لي بالسنكتين او ايه لي بالبطارية طبعا احد خالي يقلي بالبطارية ويقلي بالدايود و برضو مش هتنور كمام ما في نافي اسفاة انت لازم تخلي تبقى فاهم ان البوزديل مع البوزديل بالحالة دي هيبقى فيه close circuit وبالتالي دايما هتتنور لو قلبت الطرفين هتبقى او من سنكت ودينا ايه مش هتبقى انت لما تجيب كشف ليد او تجيب لامبا ليد اللي هي بتنور الوان دي وتيجي تركبها لازم تاخد بالك ان الليد ده له ايه؟ هولارتي له قطبية يبقى لازم يوصل يعني هل السيارة ينفع توصل السيارة الطرف اللي طلع من العربية من المليموتور تحت ده لانا هتقول هيوصل في السيارة هل انت هتقلل بالبطارية؟ لا 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 ما يبقى لازم توصل بوزديل مع البوزديل والنجة المع النجة وكنت عايز ارون معلومة بالمناسبة في الموضوع ده لانا عندي بطارية البطارية دي بتشحن يتشحن من مين يا شباب؟ في العربية في السيارة من الدينمو صح؟ نحن نفع المعلومة دي دي بتشحن يعني مشا كده يعني الكهرباء غير عم الدينمو نتروح لمين؟ طب البطارية طب البطارية اول ما تصل لحالة الفول الشارجو عملية الشاح مش ممكن تعمل ممكن تعمل ممكن ترجع كهرباء على السورس وهو قوة ده هو ده اللي احنا هنعمل في الطاقة الشانسية لما نيجي نوصل شوية الواح هناخد منهم كهرباء انا عايز اضمن حاجة ان الكهرباء اللي طلع من الالواح رايحة للبطارية بتشحن البطارية حصل اي مصيبة في البطارية البطارية متعملش وترجع الالواح في حراء لايه? الالواح. نفس الفكر انا بشرح كل الحاجات في اللي تتبعها قدينا وده. انا عايز اضمن. عايز اضمن. الطيار يطلع من هناك ما يرجع. طب عشان اضمن اي حد سكت اللي يروح ما يرجعش زي ما بنسميها الواح هو هيطلع مرة واشي يرجع بتهم داني. استعادة. هعملها ازاي بالالكترونيكس. ضيب. هاوصل ضيب توصيل امامي كده. ليه ليه اسلوبين وشين. الوش الطيب والوش الشرير. يلاقي كهرباء جاية ما يديناه رايحة. ليه? البطارية تفضل يا بقى اشتفضل. عدي. ييجي فهمه كويس جدا عن موضوع الضيب. ان انت تبقى فيها ايه? الضيب دا اللي انت بتدريسه في تيرما جامل. انا عارف بقى تاخد مادة كاملة عند الالكترونيكس تخفيها الضيب. بادة كاملة عند ترانزيستور بين موضوع دا. الموسفيت والكلام ده. مطنوع الدعيل المسائل يعني مصف الصبح. تمام? لازا تبقى عارف حتى شوية الابليكيشن البسيط في التطبيق بتاع المادة دي ايه? خلاص? انا عايز اعمل حاجة زي دي كده في الالواح. يعني انا هشكيل هنا البطارية دي. ادي لوح كهرابي. كلا انا عندي شوية الواح. موصلهم بالقريقة دمان. وهنا عندي بطارية. انا عايز اعدي الكهرباء من ميد من الواح للبطارية. انا اوصل الضيب الزيب كده. الكهرباء من الالواح للبطارية تروح عادي مش مشاجه. لما تيجي ترجع. هيبقى توصيل عكسي. هيبقى تضيب ماله. يعني انا ضامن انا ضامن اني مفيش كهرباء ترجح من البطاريات تحميل الشرط على مين? على الالواح. عشان اعمل القصة دي بوصل موح من الواح ضيب. دي بيسموها ضيودات المنع. ضيودات المنع. يعني هي بتمنع مرور التيار في الانتجاه العكسي. هتلاقيها في اي حكة في اي او في السيارة او اي عايز تعد التقلق في اتجاه. وفي الانتجاه يركب ده. طب. قال لي فور وفورت معين ورفيرس معين? او لا. طبعا طبعا. يعني عميشو تكمل يا. الفور وورد ورفيرس دايما في الالكترونيكس حدها من الفاحدة. دايما انت بنعمل بايز بخمسة فولت. دايما في الالكترونيكس بنعمل بايز بخمسة فولت. الامبير بيبقى حسب. والحيطة دي بقى بيزة ان انت تدرس اعتصالات او الكترونيكس وباور. على المحبat من الاتنين. في مادة بياخدوها بتوع باور على التوازن معنا بتوع criminير. اسمنا باور الكترونيكس. ايه الفرق بين الطazziود العهد بتاع الكترونيات والطالمط بتاع باور same. ع発. تعرفها. تبعا. طوال عدتما بتاع باور بياخد على الف libertine diod وبياخد Off. كمان? تciasق علافة بيكون كبير يعني. لازم يكون كبير في اي مبيع كبير في الطيار. لان احنا لسه قدين امس اللي بياصر معايا ما فيه الطيار. يعني حتى لما قلنا يا شباب. مش موالبس. ليه بنحسد او ليه بنهتمل حسابات فرط الجهد في اي احنا في الخرامة. ليه بنعمل لان لما بيحصل هبوط في الجهد بيتباعه ان الطيار بيزيد. لان المعادة هاضحة وصريحة. الباور بيجي تسوي كبير. فلما الجهد يقل التيار. انا مش بحكم بالفولتج كفولت. مش مهم عني. بس المشكلة تبعات خبوط الجهد بتؤدي الى زيادة التيار اللي مرض. واحنا زي ما قلنا التيار رب هيمر في الكورة او في القانب بتاع الكابل. هيسخر الكاثر ممكن يحرق الكابل وهاكذا. يبقى الضائر اللي هوصله على الواح بين الواح والبطارية اسمه ايه? لوكي وطالب بنلها طالب ضاوب مرة قد نشرح فقط. عنديد كيف ضاوب ظفورت لوكي. هذا اللوح يعني ما hog لو حصل هنا على اللوح ده حاجة يسمونه شامل العدوب واللدود خدنا اول عدوب واللدود بتاعنا في الكهربا اللي هو مين امس؟ الحرارة العدوب واللدود للمهندسين الكهربا في الحرارة المهندسين الكهربا في الحرارة الحرارة بتبقى اصبر اي حاجة تخلب عليك كل الشغل يعني انت جاي بلوح من كده ده كانوا هما تشغلينه هنا في درجة حرارة مثلا الخمستاشر ولا عشرين وجاي تركيبه في السعودية هنا في درجة حرارة مثلا التسعين مش هيشتغل بعصرة في المية ما اكتفقته ممكن اتحلق اصلا وزي ما قلت اتبساطة زيك انت بالزبط انت زي اي مكون الكتروني بالزبط هما الناس اللي بتعمل العلم ده بتعمل اللي بتعمل محاكاة اللي بابوت في الحياة بس دلوقتي المهندس قاعد كده هو مبسوط والتكييف شغال واللمبط شغال وهو مش عارك ايه لو خدر باش مهندس ده وروح الابط على التهربة التكييف فصل درجة الحرارة بيتحق اف انا مش قادر مش عادش بيه فهو لو كان مركز بالنسبة تسعين في المية ان انا موفر له الكنديشنز ليه فهيركز بالنسبة اتنين تقلاتة في المية لو انا ايه سخمت عليه درجة الحرارة بس يعني احنا لو في الصيف دلوقتي وقطعت الدهربة بدون تكييف مش هنقدر تفتحق موخك ده زي الالكترونيكس بالزبط لما بتيجي تحط الديد او تحط الترانزيستور او تحط الـ IC في درجة حرارة مرتفعة ما بيشتغلش نوره وزي ما قلنا ابس مش عايز اعيد وزيد في الكلام الترانزيستور ليه ويعمل ايه في الحتة اللي هي تحت الـ وسويتشنج بين الكتوف ومين والسافيوريشن الحتة اللي عايز اقولها هنا الحتة اللي عايز اقولها هنا العدو والدود الثاني تبقى كده العدو والدود الثاني بس مش لمهندسين كاربا كلهم لمهندسين الطاقة الشمسية اللي هو مينة الزلاق يعني في واحد يوح يعمل على كرية على السطح يعمل الواح ويزبط والانجل بتاعت الميل والمشاعر تهم اخترق امضب حاجة ويزبط كل حاجة بس راح بجأة كده ليه ان في برج طلع ضلل على الواح شمهندس احنا يعني عايشين بفضل ربنا وعايشين على شوية الاشعاع اللي يقول مين يقول كده؟ ده اللوح الشمسي هو عايش الاشعاع النفس بتاعه في الـ تعال قد نشوف اخلص الحتة دي عشان ما دخلش بقى وانا بستفيد بالاشعاع وانا بستفيد بالحوارة والحوارة خلينا نخلص الحتة دي لو حصل ان فيه شادو هنا على سلة او اتنين او ثلاثة الظل اللي اعمل هنا من ايض بجأة انت من ايض ظل يعني انت دلوقتي اقول لك بساق 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 شايف البروجيكت المشاكتر ده مين يددوه هنا في الصبور على الحقيقة روحتان اجيك هنا عند العدسة نفسها روحت ندول شوية هتلاقي فيه حتة سودة هنا صح؟ مش طلع شوية ووصلها الحتة دي ممكن تأثر على ايه؟ هنا اصلا هتدوص لك الرؤية يعني انت ايه؟ لانا تدول مع حتة دي وفيه كلام مكتوب هنا اخلوا شوية تلاقي جيمة نقصة فانت مش فاهم هنا لقى بجأة جابة ايه؟ قالك الحتة اللي نقصة دي ممكن تبوص دي كل الدول لان النقطة دي بيحصل عندها ايه؟ ركز بعادة النقطة دي بيحصل عندها زلاب والناس بتبقى وصل لها شمس فالناس بتاخد الاشعاع المفروض تطالع يروح للبطارية انت هنا بالزلاب انت هناك مصار تاني للتيارة يعني بدل ما يطبع من اللوح يروح يشحل البطارية حل؟ لا لا بيروحش للبطارية اصلا بيعمل سيركوليشن هنا بيروح للسل اللي متغطيها بيتيال كأنها مصار يعني تطلع كهرباء بسلكتين بدل ما تاخد النيوترات دي رح تموصلها بالارض ثمات الكلية ده اول امتحان انا تقريبا اخدت في سفر من عشرة في السلج بصوا كده ده انا عندي تيار كده وفيه عندي ورجع واحتاخد ملطة دي كده هنا في عشرة اول عايز اعرف لو ده هنا فيه تيار عشرين قبل وده عشرة اول عايز اعرف التيار اللي هيمر في العشرة اول كيف التيار اللي هيمر في العشرة اول ليه طيب؟ زيله ليه طيب؟ تيار رحيمان بقى اسهل طريق يصدر امام؟ امام؟ امشي فيه ومتكامل في قريق مضيف هو من اللي بيعملوا التيار ليه مصار اسهل بدل ما ينشي في حتة بيها مقاومات ليه مصارج ايه هنا؟ شعنا في التوازن يتقطع بيتجزد يبقى فيه جزء هنا يدخل كده وكده قبل ما يتقطع قالوا لا اسهلنا يا عم ده كلها مطبعات وفيها مشاكل دعا نمشي كلنا هنا فبقى التوازن هنا كانت زيله جنب نفس القصة تحصل في الشد النقطة دي كانت تبقى شورت فكل اللي بيتولد من الحتة اللي هي المنورة بيروح في الحتة الضم فيمر فيها تلار كبير يعمل التلار كبير يسخش فبقى الحتة دي بيسموها هوتس بوت يعني ايه؟ نقطة سخمة بالعرب النقطة السخمة دي بتعمل ايه؟ تقعد تسخل الحتة اللي تسخل الحتة للحجو ملوح ايه؟ يحصل فيه شورت سيف كده ينهار ولا زيك العجوب اللي دود رقم اثنين اللي مرسين الكرامر والمرسين الطاقة الشمسية بالزاد؟ شد انا كل ما افتفل حاجة بقولها لك حيث بعد كده هنقلب في السلايدر داي نفسي بالدنيا حاجة طيب دعا نشوف ايه اللي مكتوب عن اللوح الشمسي إذا كان هناك عمال كده اسمه اللي مكتوب عن اللوح الشمسي ينهار لكن لان اثنين انتصار شكرا